اشتركوا في القناة لجميع المتابعين المشاهدين الأوفية القناة شوف تيفي الحرارة جد مرتفعة صباحة اليوم التولتاء من قلب عاصمة شاوية بلادي سطاة الولافة كنحيكم مجددا وكنقول لكم صباحكم مبروك بداية يوم موافق لجميع المتابعين والمشاهدين الأوفية داخل المغرب وخارج أرض المغرب مع تزايد هاد الحرارة صبيحة هاد اليوم بالمغرب وبجميع المدن أجواء صباحية متيرة كنحيكم مجددا متابعين مشاهدين الأوفية القناة شوف تيفي من خلال هاد البت المباشر كنتمنو لكم بداية يوم موافق للجميع هذه مجمع الأجواء متابعين مشاهدين الأوفية القناة شوف تيفي من خلال هاد البت المباشر صبيحة اليوم بداية يوم موافق لجميع المتابعين المشاهدين الأوفية سي أعزدين تحية أخويا الحرارة دابا أكيد أخي سي رفيق سي رفيق سبان سلام أخويا أكيد أخيكين الحرارة تحية سي رفيق سي أعزدين طويل كنحيكم مجددا متابعين مشاهدين الأوفية القناة شوف تيفي من خلال هاد البت المباشر من قلب مديد سيطات أكيد سي أعزدين كنا الحرارة خوية حرارة جد مرتفعة هاد البدايات الأولى من صباح اليوم التالتة لكنتمنون لكم التوفيق للجميع كنتمنون لكم التوفيق للجميع وبداية يوم موافق لجميع المتابعين المشاهدين الأوفية قناة شوف تيفي حرارة جد مفردة صباحة اليوم الجنة ولكتشهد العاصمة الانطقة تشاوية لذي سطات سي حسن سي حسين الريالي وعليكم سلام وعليكم سلام متابعين مشاهدين الأوفية القناة شوف تيفي كنقول لكم صباحكم بروك بداية يوم موافق حق سعيد للجميع الناس اللي يتوجه للعمل لهم مرتفعة البداية الأولى من صباح اليوم التونسة حرارة جد مفردة كيف دير الأجواء عندكم متابعين مشاهدين الأوفية وكيف الجو عندكم وشكينش حرارة في المدن ديالكم بغينا نعرفو نعرفوكم متابعين في صفروك الحرارة شكرا لك شكرا لك أخي سي حسن طويل أنا من أزود من أزود تحييتنا لك سي حسن وتحييتنا الناس للأزود كنحييكم على التواصل كنحييكم على التفاعل وكنقول لكم بدايتي وموفط صباح الخير للجميع الناس اللي كتوجه العمل ديالها الله يوفقهم حد سعيد الناس اللي كتوجه العمل سي حمد الشريف وش الحرارة أكيد أخي أكيد أخي الحرارة الحرارة في يعني كنحييوك الرسالة وصلات أخويا الرسالة وصلات سي حمد شريف تحييتي لك للحرارة ديالشمس والحرارة كيف مقال أخ أحمد كنحييوكم مجددا على التواصل سي حسين أزود تخون أكيد أخي المناطق اللي كتكون مناطق جبلية ولا مناطق ساحلية ركز عرف واحد من خبار ديال الحرارة ولكن بالنسبة للمناطق الوسطى المناطق الداخلية متيل منطقة السطات يعني الحرارة جيد مرتفعة كنطلبو ملا سبحانه وتعالى اللي يطف بينا اللي يطف بينا وكن نقول لكم مصباحكم بروك بداية يوم موافق لجميع المتابعين المشاهدين الأوفية القناة شوف تيفي هذه مجمل أجواء متابعين مشاهدين الأوفية القناة شوف تيفي من خلال هذا البت المباشر صباحة اليوم التولة أجواء مشمسة وحارة من قلب من دي السطات العاصمة دي الشوية كنحيكم جي عدنا مرحبا بك أخويا شكرا لك أخويا نجد مفرطة لحرارة دي المجموعة من الأرور كنطلب من الله نسأل الله العفو ونسأل الله السلامة هذه مجملة المتابعين مشاهدين الأوفية القناة شوف تيفي من خلال هذا البت المباشر ما بين 40 45 درجة دي الحرارة أخويا لكن طلب من الله سبحانه وتعالى أنه لا يدير شي توي دي الخير لا يدير شي توي دي الخير لا يلطف بنا حد السعيد للجميع المتابعين المشاهدين الأوفية القناة شوف تيفي كنتمون لكم بداية يوم موفق وصباح سعيد صباح الخير صباح البركات صباح اليوم نبتسير الجميع اللي توجه العمل ليلو كنطلب الله سبحانه وتعالى لا يوفق الجميع سي عبدو بسلام الحرارة أخويا كيف ما قلنا مبين ربعين خمسة وربعين درجة ليلحرارة اللي تطف بنا اللي درشي سويل دي الخير هذه غير الساعة الأولى البداية الأولى من صباح اليوم الحرارة جد مرتفعة سي حسن أفقير تحياتي الكخويا الجنوب يا رب سي أيت عبد الموم الندريس الجنوب الله يرحمنا كنت طلبهم الله سبحانه وتعالى توفيق تي سير الجامعة المتابعين المشاهدين الأوفية من خلال هذا البت المباشر صباحة اليوم التولة من قلب دينستاط عاصمة شاوية جولة أهم الشوارع المدينة كنتواجدوا الآن بالشارع الرئيسي للمدينة الشارع الحسن الثاني في هذه الأثناء يرضي السلامة يعني الجو جد جد حار أجواء يعني حارة الله يلطف بنا والله يدير شي توي دي الخير دوك الوليدات الصغار لأنهم الناس الوليدات العجزة لأنهم يكتوي وهذا لهيد الحرارة في ضل العدام يعني الفضاءات ترفيهية في ضل العدام المسابع في ضل العدام كل ما من شأنه أنه يعني بالمدينة دي الصغط هذه رسالة لمسؤولين عن شأن المحلي بالمدينة كنحيكم مجدداً منتابعنا مشاهدنا سيحمد شريف بن كيران وسبب غلاء الأسعار المحروقات للأسف شديد خويا سيحمد شريف للأسف شديد للأسف شديد كين واحد الرسيفاء موهول كيف مذكر سي أفل حرارة لف مجموعة من الأمور كنت طلبهم الله سبحانه وتعالى نسأل الله العفو ونسأل الله السلامة هذه مجمل أجواء متابعينا مشاهدين الأوفية القناة تشوف تيفي من خلال هذا البت المباشر صبيحة اليوم التولتاء ساعات الأولى من صبيحة اليوم حرارة جد جد مفرطة سي علي لامارتي صباح الخير من تشاول الله يلطف بينا أمين أخويا عدي لامارتي من تشاول وتحياتنا النس تشاول كذلك الله يلطف بينا المدينة تشاول اللي عرفت مؤخرا لنا مجموعة من الحرائق مجموعة من الحرائق نسأل الله العفو ونسأل الله السلامة هذه إشارة يعني للناس شكرا لك يحيى أيوب شيمة يحيى المغرب يحيى المغرب ومنس دين المغرب كنحيكم شكرا 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 لكم متابعينا مشاهدنا الأوفية القناة شوك تيفي أيوب شيمة من الجزائر من دولة الجزائر الشقيقة كنحيوك وتحية خالصا الشعب الجزائري الشقيق على التواصل على التفاعل حتى الدولة الجزائر المنطقة الجزائر يعني كتعاني من الله بالحرارة في هذه الأثناء كنطلبهم الله سبحانه وتعالى نسأل الله العفو والسلامة هذه مجملا متابعينا مشاهدين الأوفية القناة شوف تيفي أهم الأجواء من قلب مدينة سطات عاصمة شاوية سطات بلادي سطات الولفا كنحييكم مجددا على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم وكنقول لكم صباحكم سعيد بداية يوم موفق لجميع لجميع المتابعين لمشاهدين الأوفية القناة شوف تيفي كنطلبهم الله سبحانه وتعالى أنه الله يوفق الجميع بداية يوم موفق لجميع المتابعين المشاهدين الأوفية القناة شوف تيفي من خلال هذا البت المباشرة الصبيحة اليوم التولى كنحيوكم مجددا على التواصل والتفاعل وكنقول لكم صباحكم بروك للجميع لجميع المتابعين المشاهدين اللي هو في القناة تشوف تابعي عبد المالك الله يلطف بنا اخويا الله يرحمنا شوية ديالسات خكم الراشيدية راشيدية راعد شوية راشيدية يا اخويا عبد المالك علد شوية مراكش كان حرارة جد مرتفعة جد مرتفعة كنحيوكم مجددا سي غيور على الستات سي غيور على الستات اسعد الله صباحكم مع اشتداد درجة حرارة نبعو جميع المواطنين الى الحيطة والحذر وتجنب اسباب الحرائق شكرا لك سي شاد العسل تحية من سيدي قاسم الحرارة مفرطة حرارة مفرطة سي يزيد اخويا بغيت نمرتك مرحبا سي يزيد كنحييوك وتحية خالص الاخ غيور على الستات اسم على مسمى بالفعل الاخ غيور لي كنذكره منذ بداية الجائحة دي الكورونا سنتين وهو الاخ انه كيقوم بتوعية على صفحة ديالو في الفيسبوك للوقاية من كورونا الله يلطف بينا نشكركم فاطمة تحية تلك تحية تلك وتحية لجميع المتابعين المشاهدين او في القناة شوف تيفي من خلال هد البت المباشر من قلب لديل ستات عاصمة شاوية ستات الوليفة كنحييوكم مجددا وكنشكروكم متابعين مشاهدين الاوفية هدي مجمل اجواء متابعين مشاهدين الاوفية القناة شوف تيفي من خلال هد البت المباشر صبيحة اليوم التولتة من ستات كنحييوكم مجددا وكنشكروكم على التواصل كنشكروكم على التفاعل سي صلاح الحبيب خوية مبينة 40-45 درجة ديال الحرارة في الارقام الاولى ديالها نسأل الله العفو والسلامة هدي مجمل الاجواء متابعين مشاهدين الاوفية لقناة شوف تيفي من خلال هد البت المباشر كنقول لكم صباحكم بروك بداية يوم موافق لجميع المتابعين المشاهدين الاوفية ما بقلنا الا اننا نودعكم متابعين مشاهدين الاوفية على امل اللقاء بكم في بت مباشر اخر كنشكروكم على التواصل كنشكروكم على التفاعل كنقول لكم مجددا صباحكم بروك بداية يوم موافق للجميع والى اللقاء في بت مباشر اخر تحياتنا للجميع شكرا لك شكرا لك هند تحياتي هند مع الجميع والله مع الجميع والله يسر عمر الجميع من خلال هد البت المباشر المهدي عاليخويا المهدي خوا بك تحياتي لك الله يضر شةوية الخير typically الحرارة جد جد مرتفعة أخو يا مهدي. انسا ربما قلت في الدار ولكن خرج شوي تشوف بره كشو جنكين. اللي كي طول من الشرجم رأي نشي بولي خارج بره. ماسي territory خارج بره كان علينا تحييكم عالتواصل وكلafarه والتفاعود حاول التخرج شوي أخو يا مهدي من الدار باش تشوف عالية أخويا حاولت خرج شوي من الدار? رأي اللي قلت دار стلبيche يطول من الشرجم آآ شكرا سي خاليد تحياتي لك وكنشكرك على سمو الأخلاق ديالك والتواصل ديالك والتفاعل ديالك سي خاليد طوبي